مأدوبة إفطار رمضانية برعاية مؤسسة الشهيد ومركز القلمون للدفاع الوطني وبحضور محافظ ريف دمشق المهندس علاء مونير إبراهيم وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أحمد همام حيدر وتكريم لأسر شهداء وجرح الدفاع الوطني في منطقة النبك شهر الخير والبركة وبمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك مأدوبة إفطار رمضانية برعاية مؤسسة الشهيد ومركز القلمون للدفاع الوطني وبحضور محافظ ريف دمشق المهندس علاء مونير إبراهيم وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أحمد همام حيدر تم خلالها تكريم 56 أسرة من ذوي شهداء الدفاع الوطني و25 جريحا من جرح الدفاع الوطني في منطقة النبك جئنا نشارك أهلنا من ذوي الشهداء في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ونطلع على ما يحتاجونه لنساعدهم ونقدم لهم أي شيء هم بحاجة إليه وهذا التواصل إن شاء الله دائم في محافظة ريف دمشق مع كل ذوي الشهداء لأن هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل هذا الوطن نجتمع هنا اليوم في مدينة النبك في هذا الملعب بحضور من قدموا التضحيات الكبيرة أهالي وعائلات الشهداء الذين قدموا أعظم التضحيات وأكبرها بدماء أبنائهم الذين وزلوا دماءهم لنصر هذا الوطن وليحيى الشعب السوري ولتنتصر سوريا بفضل هذه الدماء الطاهرة والزكية وأيضا كان هناك عدد من الجرحى الشهداء الأحياء الذين وصيبوا في الحرب على الإرهاب ولولا جهيدهم الكبيرة أيضا لما نعيش اليوم حالات الانتصار التي نعيشها في كل إرجاء الوطن في كل إرجاء سوريا الحبيبة نشهد هذا التكريم لأسر الشهداء فالشهيد مهما قمنا بواجبه لن نوفيه حقه فحقه كبير فقد ضحى بدمه وبروحه في سبيل أمن الوطن واستقراره لذلك واجبنا اتجاهه كبير وحقه علينا لا يمكن أن نحيط بهذا الحق مهما أعطيناه هذا الحفل كان عبارة عن تكريم لشهداء وجرح مركز القلمون للدفاع الوطني وتكريم الضباط بمدينة النبك القايمين على رأس عملون المتقاعدين نحن حاليا بضمن القلمون عم نعمل على نطاق ضيق شوي كمؤسسة الشهيد ولكن فيه فكر مستقبلي للتوسع أكثر من هيك وطبعا مؤسسة الشهيد هي لرعاية شهداء العسكريين والمدنيين وشهداء الدفاع الوطني الله يرحم الشهداء كله يتون ويرحمنا جميع يا رب وينور أبرو هذا يعني لي المجيد من الفخر أني أبتخر أني أنا والد فهيد التكريم له عندي إيمة كبيرة كتير كتير أهم شيء أنه بشكركم كلكم جميع كل العاملين ومن أول ما استشهدوا لحد الآن ما حدا أصر معنا نهائيا أنا فخورة كتير بشهدت ابني كما تم تكريم عددا من طباط الدفاع الوطني في منطقة النبك والذين أكدوا بدورهم بأن مسيرة التضحية مستمرة حتى تحرير جميع الأراضي السورية من رجل الإرهاب ومؤكدين أن شعب السوري ينبدو قيما تجعله لا ينسى دماء شهدائنا مهما طال الزمن